اشتركوا في القناة شركات السيارات تصنع هذه النسخة التجريبية كنسخ تمهيدية قبيل اطلاق السيارة الحقيقية في الاسواق وتستفيد منها كنماذج اولية لتقيس الشركة مدى قبول السيارة لدى النقاد والجماهير وغالبا ما تأتي السيارات الانتاجية شبيهة الى حد كبير بالنسخ الاختبارية في نهاية المطاف ولكن بين حين واخر تفاجئنا بعض الشركات بسيارات تجريبية خارجة عن المألوف لتستعيد روح الابتكار السابقة ولتعرض تصور الشركة لما سيكون عليه مستقبل صناعة السيارات واليوم اخترنا لك عزيز المشاهد خمس سيارات اختبارية مستقبلية من هذا النوع الاخير والذي يستحق بكل جدارة ان يحمل لقب سيارات الاحلام رينو ايزيغو هي سيارة روبوتية كهربائية مشتركة تقود نفسها بنفسها تم تصميمها للنقل الركاب في المدن وتتسع لستة ركاب وتم الكشف عن السيارة شهر مارس الماضي في معرض جينيف للسيارات فيما تتميز السيارة بطريقة مميزة وفريدة من نوعها لتسهيل صعود ونزول الركاب من السيارة كما تتمتع السيارة بالمستوى الرابع من تقنيات القيادة الذاتية ما يعني انها تستطيع المحافظة على مسافة امنة بينها وبين السيارة امامها وان تبقى في مسارها الصحيح وتغير المسار بامان هذا بالاضافة الى الالتفاف عند المناطفات اما السرعة القصوى للسيارة فلا تتجاوز ثلاثين ميلا في الساعة او ما يعادل قرابة ثمانية واربعين كيلومتر في الساعة وعلى الرغم من ان هذه السرعة قد لا تتناسب مع تصوراتك حول سيارات المستقبل عزيز المشاهد الا ان الشركة حددت السرعة لتوفير اقصى درجات الامان لركابها اذا كان لديك رأي مختلف شاركنا به في الخانة المخصصة للتعليقات في الاسفل كشفت شركة الثور الهائج عن سيارتها الكهربائية المستقبلية لامبرغيني تيرزو ميلينيو نهاية العام الماضي والتي يعني اسمها بالعربية الالفية الثالثة وتعدها الشركة الخطوة الاولى نحو صنع سيارة كهربائية خارقة في المستقبل تحمل الشعار لامبرغيني وتم صنع الهيكل الخارجي من الكاربون فايبر مع نبيب مجهرية في الهيكل تتيح للسيارة اصلاح نفسها عند وقوع اي تشققات او ضربات على الهيكل كما تعتمد السيارة على مكثفات كهربائية متطورة بدلا من البطاريات التقليدية فيما تم توزيع المكثفات على الاطارات الاربعة مع محرك كهربائي على كل اطار ما يمنح السيارة مستويات عالية من الثبات كسيارات فورمولا 1 واخيرا تتمتع السيارة بنظام القيادة الذاتية ولكنه مخصص للحلبات فقط كشفت بي ام دابليو عن السيارة التجربية فيجين نيكست 100 عام 2016 وهي الذكرى السنوية المئة على تأسيس الشركة الالمانية وكما يشير اسمها فقد استخدمتها الشركة لتعرض رؤيتها لما ستكون عليه السيارات خلال العقود القادمة وحصلت السيارة على هيكل خارجي انسيابي يوفر اكبر قدر من الديناميكية الهوائية ويتكيف وفقا للمتغيرات على الطريق وعلى الرغم من ان السيارة زودت بنظام للقيادة الذاتية فان السائق يبقى محور اهتمام بي ام دابليو حيث زودت السيارة بوضعيتين للقيادة وضعية بوست التي يتولى فيها السائق مهمة القيادة ويستفيد من الانظمة المساعدة والوضعية الثانية وضعية ايز والتي يمكن للسائق فيها ان يرجع الى الخلف ويترك السيارة لتقود نفسها بنفسها فور عرضت رولز رويس سيارة وان او ثري اي اكس عام الفين وستة عشر ضمن احتفالات شركة بي ام دابليو المالكة لعلامة رولز رويس بمرور مئة عام على تأسيسها وتميزت السيارة بعجلات ضخمة من قياس ثمانية وعشرين انش تختبئ خلف غطاء خاص لتبدو السيارة كمنحوتة فنية وعلى الرغم من طولها البالغ ستة اقدام تقريبا الا ان رولز رويس المستقبلية تتسيع لراكبين فقط في مقصورة واسعة توفر اقصى درجات الراحة وعلى مستويات الفخامة كما قدمت رولز رويس نظام ذكاء اصطناعي متطور ليقود السيارة وليتفاعل مع الاوامر الصوتية ومنحته شخصية فريدة من نوعها تحمل اسم اليانور في عام 2015 قدمت مرسيدس سيارة وتعني بالعربية الرفاهية المتحركة وهي سيارة بتصميم مستقبلي تتمتع بزجاج امامي افقي تصميم وعجلات معدنية ضخمة من قياس 26 انش الا ان ابرز ما يميز السيارة هو المقصورة الداخلية فبدلا من لوحة العدادات حصرت المقصورة على شاشة عريضة تعمل باللمس وتتفاعل مع الاماءات كما زودت المقصورة بشاشات تعمل باللمس بدلا من بطانة الابواب لتسلية الركاب في الرحلات الطويلة وجاءت السيارة باربعة كراس دوارة يمكن تحريكها لتقابل بعضها البعض ولتتحول المقصورة الى ما يشبه غرفة اجتماعات صغيرة عندما تقود السيارة نفسها بنفسها وبالطبع فيمكن للسائق ان يحول تجاه الكرسي الى الامام عندما يريد تولي مهمة القيادة فيما تتغير الوان المصابيح الامامية المبتكرة من الابيض الى الازرق عند التحول الى نظام القيادة الذاتية اذا عجبتك الحلقة فلا تنسى مشاركتها مع اصدقائك واشترك في قناة عرب جي تي ليصلك كل جديد وممتئ في عالم السيارات اشترك في القناة